فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كيف التطهير للهاتف المحمول إذا وقع في ماء نجس حيث إن غسله يضر به لا تحمله في الصلاة لا تحمله في الصلاة ويتركه إذا بغيت تصلي جنبهان ويا خلاص تخلو نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة أبوابlus ترجمة نانسي الناس